أنا أشوف أنه المجموعة صعبة يعني كل الناس تقول سهلة أنا أشوفها صعبة نعم خاصة وحيكون بها الشحن الجماهيري بيناتهم مثل ما صار بين العراق والأردن وبطولة بطولة أمام آسيا وخلت الأمور تروح إلى أمور ثانية المنسف وغيرها وبعدين خرجنا بدقيقة لا دقيقتين هدفين السجل علينا بدور 16 وطلعنا من بطولة كنا يمكن إحنا الأفضل بها فأشوف أنه دائما الفرق العربية بيناتهم ما راح يكونون منافسة تكون قوية